موسيقى السلام عليكم اليوم سنقترح عليكم طريقة سهلة لتذكر كيفية جمع الأسماء في اللغة الفرنسية بإمكانكم الإطلاع على الدرس في الرابط أعلى الفيديو تعتمد الطريقة على استعمال الخارطة الذهنية ما هي الخارطة الذهنية؟ الخارطة الذهنية أداة فعالة للمراجعة والتلخيص تساعد في توضيح الأفكار وتبسيطها وحفظ المعلومات بكل سهولة سنستعمل الخارطة الذهنية لتذكر كيفية جمع الأسماء في اللغة الفرنسية؟ كيفية جمع الأسماء في اللغة الفرنسية؟ الموضوع وهو اللغة الفرنسية؟ جمع الأسماء في اللغة الفرنسية؟ القاعدة العامة جمع الأسماء في اللغة الفرنسية؟ 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 إذن هنا رسمنا الخارطة الذهنية سنستعمل هذه الخارطة وسنتذكرها دائماً إذا لزم الأمر الآن سنستعمل هذه الطريقة في التمرين الموالي الإجرسيس سنستعمل هذه القرآن 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 سنستعمل هذه الق إذن هنا لدينا جدوال جدوال من سلس عميدا إن سابروا من خوى كولون سننتظر هنا الاسماء التي لطولها على س هنا الاسماء ؛ التي لطولها على س هنا لطولها جدوالادث بما الغائن لطولها بما الغائنم علم ت French ننظر هنا إلى نهاية الإسم هل ينتهي بالـ S, X, Z أو A, L أو A, U أو U أو I لا ماذا قلنا؟ إذن يتبع القاعدة هذا الخطب الأحمر ونجد S إذن يتبع القاعدة العامة ننظر إلى نهاية الإسم إذن ينتهي بالـ E, A, U نعود للخارطة الذهنية هل ينتهي بالـ Munواء أكثر من قاعدة الذهن لأغمانة الإسم هل ينتهي بالخارطة الكلامي بالخارطة إذن نظيف هل ينتهي بالخارطة الكلامي بالخارطة إذن نظيف X الكلمة الموالية إن شكال ننضم لنهاية الكلمة تنتهي بال-AL نعود للخارطة الذهنية إذن هنا لدينا للمو en AL ماذا قلنا على للمو en AL لقم pluriel en A-U-X ولكن ننتبه ما هي الكلمة؟ هي شكال نعم هي من الاستثناءات هنا شكال قلنا أنها لا تتبع القاعدة سنضيف S سنضيف S سنضيف S إذن الشكال الشكال الكلمة الموالية لطن لطن ينتهي بال-S نعود للخارطة الذهنية نعم نعود للخارطة الذهنية للمو ان X A-Z-S ما جمعه في كلمة سوكسوزو نشانج سنعود للخارطة الذهنية 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 كشانجولي الكلمة الموالية المغطو ينتهي بأأأ دائما عوده للخارطة الذهنية هنا الكلمة تنتهي بالأأأأ قلنا أن الأأأأأ ينتهي بإكس نضيف إكس إلا في بعض الحالات الخاصة في بعض الاستثناءات هالمغطو داخل في الاستثناءات لا يستهي قلنا أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ الاستثناءات إذن سينيال دي سينيو عودوا دائما للخارطة الذهنية حتى ترشخ في أذهانكم وتساعدكم كثيرا في التذكر وتثبيت المعلومات أن تخوا ينتهي بالأو عودوا إلى الخارطة الذهنية قلنا أن الليمو كي سترمين بأو ترمي س سوف تزيكسيبتين تزيكسيبتين لذيكسيبتين 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 جوجو بيجو يبو كايو پو فقط إذن انتخوا لذي سفل استثناءات مجموعات الو إذن نضيف لها س انشوا ماذا قلنا تذكارو إكسوزو ينتهي بإكس قلنا أنو الكايمات التي تنتهي بإس إكس زد لتتغيير في الموفرة أو الجامع إذن لذيكسيبتين لذيكسيبتين بلو قلنا لما تعودون للخيطة الذهنية قلنا أنو الكلمات التي تنتهي بالأ بخان إكس صوف ديكسيبتين عودوا للخيطة الذهنية سترون أن بلو من الاشتثناءات يعني لا نضيف إكس ولكن نضيف أس أن ديكسيبتين أن ديكسيبتين أن ديكسيبتين من الكلمات التي تنتهي بالأ إل حالا إذن أن ديكسيبتين كلمة تنتهي بالأ إل ماذا نضيف نضيف أس إلا في استثناءات أن تخفاي هو يشبه أن ديكسيبتين ينتهي بالأ مثل ديكسيبتين ولكن لا يتبع القاعدة لأنه من الاستثناءات إذن ينتهي ب إكس نقول دي خفو A U X ديكسيبتين 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 لا تنتهي ب E A U أو ب E أو B A L أو B I أو X أو Z إلى آخر إذن تتبع القاعدة العامة ماذا تقول القاعدة العامة أن في الفلوريال نضيف S في نهاية الكلمة إذن هنا نضيف فقط S في نهاية الكلمة هذه القاعدة العامة ان غاز نهاية الكلمة Z قلنا أن الكلمات التي تنتهي ب S X Z لا تتغير في المفرد أو في الجامع إذن le pluriel du mot غاز est identique à صور singulier ديكسيبتين ان نفس شير ينتهي ب X إذن sont pluriel identique ou singulier نعم أعود أذكركم بالخارطة الذهنية هذه الخارطة الذهنية هي آدات مبتكرة وفعالة جدا في المذاكرة والحفظ وتساعدكم في المراجعة الأخيرة قبل الامتحان أتمنى أن تكون مستفدتم من درس اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر